موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور أحمد إسماعيل أستاذ بالأطفال وحديث الولادة بجامعة الأظهر ورئيس وحدة حديث الولادة اليوم نتحدث عن موضوع الفشل القلب في حديث الولادة وهذا موضوع مهم جدا 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 ونوجه هذه الرسالة لكل أمهات مصر أن الطفلة ممكن يتم تشخيص أمراض فشل القلب بأثناء الحمل وهذه أهمية الدكتور النسا الذي يتابع معه هو يعرف عندما يلاحظ أي إطرابات في نبضات قلب الجنين أو أي عيوب خلقية وجدها في الموجات الصوتية العادية يستدعي أن يجب أن يعمل موجات صوتية على عدلة القلب لحديث الولادة لأن هناك إمكانية علاج الطفلة وهو في بطن الأم قبل أن يتولد بعد أن يتولد، نريد أن نوجه رسالة بسيطة جدا للأم لكي تعرف أعراض فشل القلب لأنها تتشابه كثيرا مع أعراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز العصري عندما تلاحظ أن ابنك بدأت الرضاعة بتاعته تكون قليلة أو يأخذ وقت طويل في الرضاعة أو لا يكمل كمية الرضاعة التي يأخذها عندما تلاحظ أن معدل التنفس سريع وده سهل جدا أن الأمهات يمكن تعدوا بنفسها لو عدى عن ستين مرة في دقيقة لو وجدت أن هناك إحساس بوضع يديك على عدلة القلب على صدر الطفل ولدينا ضربات القلب سريعة لو لقينا أن بدأ الطفل بينهجان شديد عليك التوجه إلى أقرب مستشفى فيها وحدة رعاية حديث الأولادة ومفيها متخصصين لعلاج أمراض القلب وهناك تتعمل فحوصات للطفلة ونطمن الأم إن شاء الله الأمور ماشية كويسة هل هو محتاج تدخل علاجي دوائي فقط لغير أو محتاج علاج تدخل جراحي لو وجدنا عنده عيوب خلقية بوجه رسالة تانية الأهم حاجة للأمة الولادات تتم كاملة في مستشفى لازم يكون فيها حضانات والحضانات دي تكون بها أجهزة لرعاية الطفل حديث الولادة علشان ما نولدش في أماكن مفهاش هذه الإمكانيات فالطفل هنا بيتعرض لخطورة نقلوا من مكان إلى مكان وشكرا لأمهات مصر